الوحدة وجدت لتبقى السفتاء التاريخ بعيداً عن التباسات الحاضر ودعوات التشطير الطارئة على اليمن اليمن تلك الأمة الواحدة بإنسانها وتاريخها وثقافتها وحضارتها الممتدة لأكثر من تسعة آلاف سنة وإن حاول الواهمون تصدير غير ذلك وتحميل الوحدة أو زار فشل السلطة وخطايا الحلفاء ومع المحاولات الجارية من قبل الانفصاليين لتفتيت الهوية اليمنية واختلاق هويات مصطنعة بات استدعاء التاريخ حاجة ملحة لدرء التهديدات التي تتربص بالوطن الواحد بعد أن أصبح على مفترق طرق بين البقاء أو الانهيار وشواهد التاريخ كثيرة تؤكد أن هذا التقسيم لا وجود له إلا في مخيلة المتآمرين وأن الشعب الذي تجري محاولات فرزه مناطقيا هو شعب واحد أكان في الشمال أو الجنوب فمن الثقافة إلى الفن واللغة مرورا باللهجات تتعدد مظاهر التلاحم الجماهري بين اليمنيين قبل الوحدة وبعدها وكان ذاك الأساس الراصخ في مختلف حقب التاريخ أبقى الفن اليمنيين على قلب وطن واحد وأذاب الحدود والجغرافية بينهم فرأينا الجنوبية يتغزل برواب صنعان والصنعاني يتغنى بسواحل عدن وحضر موت وأثناء سنوات النضال الوطني اختلطت دماء اليمنيين شمالا وجنوبا ضد السبداد والاحتلال فشارك الجنوبيون في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وشارك الشماليون في ثورة الرابع عشر من أكتوبر ولا تزال صورة التلاحم الوطني قائمة في معارك التحرير ضد الإنقلابيين حتى اليوم بالرغم من كل الانقسامات التي تخيم على المشهد تاريخ من التلاحم الجماهيري إذن يصعب تجاوزه وتخطيه فاليمن لم يكن يوما حدودا سياسية مغلقة بل رحابا جغرافيا كبيرا تحكمه أواصر الوحدة مهما تآمر المتآمرون